موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رينا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشن توزل لها طبعا في هذا المقطع رح نتكلم على شخص من ضمن عصابة دوتش في اندرلينز لكن كلكم كلكم ما تعرفونه او ما قد شفتوه في اللعبة شخص لهبي جدا فتعالوا سويا نخش في المقطع الكثير منكم قل لي يا صالح ابحث عن ماك كالندر وديفي كالندر افراد العصابة اولا ماك كالندر من الشخصيات القليلة اللي ما ظهرت في اللعبة بشكلها وحلتها يعني ما ظهر فعلا طبعا ماك كالندر عنده اخ اصغر منه اسمه ديفي وكلاهما كان يعني مجرم انضموا الى عصابة دوتش سويا عام 1898 ميلادي وفي عام 1899 عصابة دوتش قامت بسرقة بلاك ووتر والاخوان كالندر كلاهما اصيبوا في المعركة ديفي تم انقاذه من قبل العصابة ولاحقا مات في الجبال الثلجية بين افراد العصابة لكن ماك كالندر قدر يهرب من المعمعة ومن بلاك ووتر ويختفي تماما وبعدها انقطعت اخبار ماك كالندر طبعا ماك كالندر يتم ذكره في المهمة الاولى مرات عديدة وعدة مرات من قبل عدة اشخاص فتعالوا سويا نسمع بعض هذه الحوارات اسمع 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 بعض الحوارات اشتركوا في المترجمات ديفي جنة شون مقا مهمة مهمة احبا انا 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 أض Link in the ground, in their stand I do it gladly How's Daivey doing? Boy, you didn't make it nor did Little Jenny That's too bad Davey was a real fighter Both of them Callender Boys is or was Yeah and Mac, Sean we don't know Quite a business زي ما شفتوا العصابة ما تعرف مكان ماك كالندر لحد الان كلهم ما يعرفون وما عندهم اي معلومات اضافية عنه طبعا في الشابتر الثاني نعرف فعليا اش صار لماك كالندر عن طريق ايجنت ميلتن الخبيث تعالوا شوف سويا انتظار look this is my offer mr. Morgan bring in van der lynne and you have my word you won't swing oh i ain't gonna swing anyways agent milton you see i haven't done anything wrong aside from not playing the games to your rules spare me the philosophy lesson i've already heard it from مككالندر 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 كانت عاماً صدقاً مككالن مككالن كم رسيكيل سلطل ولكن أعطي يحب بلعف شخصي احب بلعفظ 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 وي سيقع سيقع يقع ايضاً سيئاً! كل منك! نعم، سيئاً سيئاً. بعضنا منك! موضوع من الآخر! جيداً، سيئاً. جيداً. اعطلتك المرسل، كيدي. وأيضاً تستطيع. ماذا هم؟ لا يتحقق بهم. لا يتحقق بهم. هياً، بسيئة ويقوم بيحرق. ما تقولون مع ماد؟ زي ما شفتوا ايجيت ميلتن القى القبض على ماك كالندر وايضا قدر انه يقتله وايجيت ميلتن وصف قتلة ماك كالندر بالبطيئة لكنها كانت رحيمة له يعني عذبوا 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 ثم لاحقا قتلوا من وجهة نظر ايجيت ميلتن انه قتله لماك كالندر يعتبر رحيم لانه ماك كان في حالة جدا جدا سيئة وانه في كلتا الحالتين رح يموت طيب هل بامكاننا اننا نعثر على قبر ماك كالندر او جثة ماك كالندر الاجابة لا لانه غالبا غالبا ايجيت ميلتن قتله ولا اهتم بجثته اطلاقا اهم شي عند ايجيت ميلتن انه ماك كالندر يموت بعدها ابدا ما رح يتم في بقاياه طبعا طوال اللعبة وتحديدا من داخل المخيم افراد العصابة رح يتكلمون عن ماك كالندر وكيف كان واش كان يسوي فتعالوا سويا نسمع بعض الحوارات كيف تشك حالكم بوماك بسبب الجميع؟ شرررررررح حفظ تحقت هناك فاني حفظة ماك tunجرد احفظة ماك تلقىarp سبب حفظة ماك تلقى تح mientras شكرا نعم كلان قدار شرفين أنهم بولي يتكن لقبر منذ اللهم حفظة ماك تلقى رحظة مطرة ماكواكو هذا ماكو رحظة ماكو موطاري كنبي لكني سيبس من المشكلة مهي جيد المهي جيدة المهي جيدة أمع بيضاً أمع 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 بيضاً لكنه كان لديه أمع بيضاً أمع بيضاً أمع بيضاً مهي محبت محبت تجدك تجدك من المقل محبت 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 لم تصدق ولكنك شكرا تبدو محبت المقلند باس محبت 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 و bestimmت محبت 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 فيه لست لا محبت محبت لا يمكن أن تتحدث عن المساعدة ديفيد كاللدر كان مخطط بخير أظن أنه كان هو فالشيء يسرح في الخارج لا أعلم كنت صعبت على مكسابة كما ترى مكسابة ما ترى مكسابة؟ لقد ارى وقتل أو أعطأ لم أعرف ك لم أكن أعرف ذلك ما أعرفه ما يجب أن يجبه لا أعتقد أنني أشعرهم أيضاً ولنيني هنا يقول أنهم كانوا مؤسسة كانوا لكنني أشعرهم ولنيني سامرز كانوا لم يحبون الإخوان كالندر بينما جميع أفراد العصابة يحبونهم وإذا ما كانوا يحبونهم فهم يحترمونهم بل أنه حتى خوسية ماثيوز اللي ما يحب إلا نادراً كان يحب ويحترم الإخوان كالندر فليش تشارل سميث ولنيني سامرز ما يحبونهم هل الإخوان كالندر كانوا عنصريين انتجاه ذوي البشر السوداء لذلك تشارلز ولنيني ما يحبونهم من وجهة نظري أنا صراحة أشوف لا لأنه لو فعلاً كانوا عنصريين كان بقية أفراد العصابة يكرهونهم بسبب عنصريتهم لكن الجميع كان يحبهم زي ما عرفنا ففي شيء مخفي ما نعرفه صار بين الإخوان كالندر وشارلز ولنيني طيب يا لهابيين هل تتوقعون في ريديد ريديمشن 3 رح نلعب بماك كالندر خصوصاً أنه أبطال أجزاء سلسلة ريديد ريديمشن يموتون في نهاية اللعبة في الجزء الأول لعبنا بجون مورستين وعشنا معاه رحلة جداً جداً أسطورية وفي نهاية اللعبة جون مورستين مات ريديد ريديمشن 2 لعبنا بأرثر مورغين وعشنا معاه أيام رهيبة جداً وحبينا قصته وحبينا شخصيته لكن في نهاية اللعبة أرثر مورغين مات فهل رح نلعب بماك كالندر ونعيش قصته من أولها إلى آخرها ثم في النهاية يموت فشاركوني آراءكم حول هذه النقطة طيب شاركوني في خانة التعليقات آراءكم عن هل تشوفون شخصية ماك كالندر قوية وشخصية رهيبة وهل أنتم متحمسين وتتوقعون أننا رح نلعب بماك كالندر في RDR 2 شاركوني آراءكم طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم ماك كالندر الآن يطيح فيكم أبكاس زي ما دمر الخمسة عشر يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة